مرحبا بكم هذا الأسبوع سوف نخصصه للغة الإنجليزية للمبتدئين إذلك سنشرح كلمات مبتدئين ون يكون الفيديو طويلا سيكون خمس دقائق دقيقتين يعني ما بين دقيقة وخمس دقائق فلنبدأ بشرح هذا الحوار البسيط الذي يحتوي على بعض من أكثر الكلمات استخداما في الإنجليزية A. How come you never go to McDonald's B. This may surprise you but I'm vegetarian So you don't eat any meat That's right, no meat or dairy products Why dairy products? Because they come from animals فلنشرح How come تعني لماذا How come, how come, how come كلمتين لكنها تعني لماذا You never go لا تذهب أبدا You never go لا تذهب أبدا Never تعني أبدا To McDonald's إلى McDonald's تعرفون جميعا ما هو McDonald's How come you never go to McDonald's يجيب بـ This may surprise you هذا قد يفاجئك This may surprise you هذا قد يفاجئك هذه الجملة شائعة جدا في اللغة الإنجليزية هذه العبارة But I'm vegetarian 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 نباتي 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 لا تأكل اللحم Vegetarian Vegetarian So you don't eat any meat You don't eat any meat So you don't eat any meat إذن لا تأكل أي لحم That's right ذلك صحيح That's right That's right No meat لا لحم or dairy products أو منتجات الألبان Dairy تعني لباني يعني متعلق باللبن أو الحليب Dairy Dairy Products منتجات No meat or dairy products هنا يقصي بأنه لا يأكل اللحم أو منتجات الألبان Why dairy products لما منتجات الألبان لما لا تأكل أو تتناول منتجات الألبان هنا يجيب Because they come from animals لأن أصلها أو لأنها تأتي من الحيوانات Because لأن They come هي تأتي They come They are not تعني products لأنها تأتي من الحيوانات animals شكرا لكم على المشاهدة وإلى لقاء في درس لاحق إن كنتم ترغبون في مثل هذه الضروس التي فيها شرح كثير ومبسط فعلق اقترحوا ذلك في التعليقات لكي أكثر منها شكرا ترجمة نانسي قنقر